السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين يارب تكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل مع بعض اكلة شتوية وعايز اقول لكم الاكلة دي في الصيف بتبقى صعبة جدا والحقيقة متتكلش فهي في الشتة كده نعملها ونتدفى بيها الكوارع وشربتها عايز اقول لكم وصفة حلوة جدا وهنعملها النهاردة بطريقة بسيطة هنعمل طاجن الكوارع وهنعمل مع بعض طبعا الشربة بتاعته وهنعمل مع بعض كان عندي طبعا في الفريزر شوية ورق عينب نيين طلعتهم وعملت طاجن كوارع بورق العنب وعملنا ملوخية خاضرة وعملنا فتة طبعا كل واحد في العيلة بيكل حاجة معينة فعملنا لكل واحد الحاجة اللي بيحبها يعني بكمية قليلة تعالوا بقى نشوف مقدرنا كده وهنعمل ايه مع بعض انا طبعا الكوارع دي كانت عندي في الفريزر كانت رجل دي طبعا اهم حاجة في الكوارع ان احنا نخسلها كويس انا عايز اقول لكم باجيب الكوارع وبخسلها الاول بمية من غير اي حاجة وبعد كده بالدقيق وباللمون واسبها شوية وارجع اخسلها كذا مر ومعايا جسط الطيب وحبهان ومعايا هنا فلفل اسود ومعايا ارفة ودي شوية توابل للشربة بتتبع كده اقول لعطار عايزة توابل الشربة ومعايا فلفل رومي ومعايا بصل ومعايا توم ولو عندك طماطم مجازر عندك كرفس كل ده مفيش مشكلة بس زي ما قلتلكو اهم حاجة تبقى جايبة الكوارع من مكان مضمون وتخسليها غسلة كويس دي بقى معايا حلة على النار واهم حاجة الحلة تكون سخنة زي ما انت شايفين كده وانزلت بالكوارع وعايز اقول لكم اللمون بيخف شوية من ال يعني لو فيه اي زفار او اي حاجة في الشربة اللمون بيشيل اي حاجة وما يخلاش بقى ملزقة جامد يعني الناس اللي بتخاف من الكوارع عشان موضوع التلزيق ده لا هي اللمون بيزبط الدنيا انا كده هنزل بكل التوابل وعايز اقول لكم زي ما قلتلكو كده لو عندكو جزرايا عندكو طمطمايا كل ده تقدروا تنزلوا بيا على الشربة وده الحبهان وما تضفيش الحبهان وهو مقفول لازم تفتحي الحبهان واتطلعي الفسوس اللي جواه علشان يطلع الطعم بتاعه في الشربة وطبعا لو عندك فص مستكة تقدري تضفيه اللي تحبي يضفيه هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعت الفتة دي معلقة سمنة بلدي انا دايما بحب اعمل الصلصة بتاع الفتة بالسمنة البلدي ما بحبش عاملها بزيت الحقيقة بحس يبقى ليها طعم كده حلو مميز ومعايا هنا بقى شوية طوم حلوين كده دول حوالي مثلا عشر فسوس انا بحب الطوم كتير في الصلصة ما بحبش الطوم يبقى قليل يا دوب بس ايه عايزة لونهم يدبل وطبعا فيه طوم يعني فيه كزبرة نشفة لازم يا جامعة كزبرة نشفة بتدي طعم وريحة حلوين جدا وطبعا لو ما عندكش كزبرة نشفة يعني الوصفة مش هتقف عليها بس يعني الافضل ان احنا نضيف كزبرة نشفة الصلصة دي هعمل منها الفتة وهعمل منها الكوارع وهزق منها الورق العنب بالكوارع ده كده الخل انا نزلت بحوالي ربع كبات خل وحاولوا انواع الخل تجيبوا انواع نضيفة فيه انواع بيبقى التركيز بتاعها 5% ما تجيبوش اقل من كده لان هو هيبقى مية لو الخل لقل من 5% تركيزه هيبقى مية ملوش اي لازمة وده عصير الطماطم نزلنا بيه وانسيبها بقى تتسبك عايزة وضيفي معلقة صلصة وضيفي مش عايزة مفيش مشكلة الملح بتاعنا اهو ملح وشوية كام مون ولو عايزة فلفل سويت وضيفي واسبيها بقى تتسبك ده بقى طاجن الورق العنب بالكوارع كده الكوارع اهي بعد ما استودت انا طبعا ضفت لها مية وسبتها بقى تغلي براحتها خالص ده ورق العنب ومعي طماطم وفلفل ومعي لمون لو حابة تستغني عن اللمون وخايفة يمررلك الوصفة مفيش مشكلة تقدري تستغني عنه فليك يمطلق الحرية في الموضوع ده انا طبعا هنا عاملة طاجن على قد فرد واحد بس علشان زي ما قلتلكم مش كلنا بناكل نفس الاكل كل واحد عندي في البيت بيأكل حاجة معينة فانا عاملة لكل واحد الحاجة اللي بيحبه فالطاجن ده يا دوب هيبقى الفرد واحد بس تمام مش عايزة تضيفي اللمون ده تقدري تعصري لمون ومضفيش اللمون علشان المرارة بتاعته براحتك وهنا الكوارع انا خالتها يعني افضل تكون مخلية بيتبقى احلى ويعني سهلة في الاكل كمان عايزة تحطيها بالعظم بتاعها مفيش مشكلة هنبدأ بقى كده ده ورق العنب هنبدأ نرسه هو الطاجن بيبقى طعمه حلو يعني ورق العنب وكمان ممكن في خلطة المحشي بتاعت ورق العنب تقطعي شوية كوارع مستوية تبقى جوه الخلطة برضو هتدي طعم احلى بكتير بس انا هنا كان عندي ورق العنب ده فعملته كده يعني كان جاهز ما تعبتش ولا حاجة فعميله وزي ما قلتلكو هو طبق صغير او طاجن صغير لفرد واحد او فردين بالكتير لان انا ما عنديش حد بيأكل الحاجات دي يعني غير قليل جدا تمام خلص الطاجن بتاعنا اهو هبدأ بقى اجيب الصلصة بتاعتنا اللي تسبكت يدوب كده اديها شوية على الوش وشوية شربة عايز اقول لكم ان انا بسويه بشربة الكوارع في ناس ما بتحبش تضيف شربة الكوارع على الاكل بس لا يا جماعة مش في كل الاكل يعني عايز اقول لكم انا بعمل الملخية بشربة الكوارع بتبقى تحفة جدا بصوا ده كده الطاجن بتاعنا اهو انا سقيته بقى وطبعا خلي ايه يتشرب كده وهيزيع لشوفي كمية الشربة كده وهنغطيه بقى ونروح بقى على الفرن لغاية مستي وهياخد حوالي ساعة او على حسب طبعا فرنك تعالي بقى نعمل طاجن الكوارع مع بعض اهيجي الكوارع بتاعتنا بعد ما سلقناها انا طلعتها بعض مها وضفت عليها شوية صلصة وعندي الطماطم والفلفل واللمون برضو مش عايز اتضيف اللمون خايفة من المرارة ما اضفيهوش دي الملوخية بتاعتنا اهيه انا طبعا مختصر لكم الفيديو جدا علشان مدته ما اتطلش دي شربة الكوارع زبطت ملحاها وكل حاجة ونزلت بالملوخية الخضرة طبعا انا كنت عاملة حلقة عن الملوخية لو عايزين اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف احنا ما بنسبش طبعا الملوخية تغلي يا دوب بس يعني تقلب قلبة بسيطة كده تعالوا بقى نعمل التومة بتاعت الملوخية وبردو التومة بتاعت الملوخية بسمنة بلدي او زبدة بلاشت عاملها بزيت او سمنة عدية واجي الملوخية بتاعتنا بقى وتعالوا نقدم اطبقنا ادي اكلنا هو كده جاهز ده طاجن ورق العنب عايز اقول لكم كان ما شاء الله تحفة جدا ودي كانت لحمة عندي انا دخلتها الفرن لان انا عندي بنتي مش بتاكل الكوارع طبعا فلازم اعملها حاجة تاكلها والاكل ده لازم جرجير ولازم طبق صلطة خضرة عايز اقول لكم اكلة شتوية حلوة جدا تدفي في الشتاء ويا رب ان شاء الله الحلقة النهاردة تكون عجبتكم دي شربة الكوارع وبالفة هنا وشفة لللكل وعايزاكم بقى تجربوا الوصفات وتقولوا لي رأيكم وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا واشوفكم في حلقات تانية وصفت اشتركوا في القناة